اهلا بكم مجددا الى برنامج وراء الحدث ونتابع فيه قمة الناتو الخلاف حول الانفاق العسكري اختبار جديد لعلاقة الحلفاء في عهد ترامب بعد استئناف تصدير النفط الليبي هل تتحقق العدالة في توزيع العائدات رغم الخلافات السياسية انطلقت فعاليات قمة حلف الناتو في بروكسل قمة تشهد من الخلافات بين الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها الاوروبيين ما لم تشهده من قبل الانفاق العسكري للدول الاعضاء يمثل ابرز نضغط الخلافة في القمة التي تبحث ايضا ملفات الحرب على الارهاب والملف النووي الايراني والتوتر المتزايد بين روسيا والغرب بفضلا عن الاضاحات التي يطالب بها الاوروبيون من ترامب قبل لقاء نظيره الروسي فهل تمثل القمة اختبارا جديدا للعلاقة بين الولايات المتحدة واوروبا؟ وهل سيظل الخلاف بشأن الانفاق العسكري قائما لينضم لملفات خلافية اخرى كالموقف من ملف طهران النووي وازمة الرسوم الجمركية؟ وهل الخلافات الامريكية الاوروبية ستقود لأفول نجم الحلف؟ وهل هناك علاقة بين توقيت اجتماعات الناتو وقمة ترامب وفتن الأسبوع المقبل؟ تسألت نبحث في إجابتها ونتحور بشأنها مع ضيوفنا ولكن بعد هذا الفصل لم تشهد قمة الدول الأعضاء في حلف الشمال الأطلنطي من قبل جدلا وخلافات بين الولايات المتحدة وحلفائها الاوروبيين مثل ما تشهده الآن فعهد الرئيس الامريكي ترامب مهد لكثير من الخلافات مع الاوروبيين سياسيا وتجاريا وعسكرية فمنذ توليه رئاسة دأب ترامب على اتخاذ قرارات وسعت من هوة الخلافات مع الحليف الاوروبي فطارة ينسحب من الاتفاق النووي الإيراني بينما تتمسك به أوروبا وطارة أخرى يفرض رسوما على منتجات أوروبية لتشتعل ما يشبه الحرب التجارية بينهما حتى اتفاق باريس للمناخ لم يسلم من قرارات ترامب الذي أعلن انسحاب بلاده منه زاد ترامب القمة سخونة قبل انطلاقها حينما قال في لقاء جمعه بالأمين العام لحلف الناتو ينسي ستولتنبرغ إن ألمانيا خضاعة لسيطرة روسيا بشكل كامل منتقدا التقصير المالي لأعضاء الحلف بشكل عام ولفت إلى أن انعدام التوازن بين الأعضاء يثير استياءه وأنه يتحفظ على نفقات ألمانيا العسكرية على وجه الخصوص حيث لا تشكل النفقات العسكرية سوى 1.4% من إجمالي ناتجها المحلي أما أوروبا فتخشى أن تزيد القمة لانقسامات مع الولايات المتحدة واعترف الأمين العام للحلف بصعوبة الظروف الأمنية الحالية خاصة ما يتعلق بالتحديات المتعلقة بروسيا شرقا والأخرى المتعلقة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستولتنبرغ سارى عكس طيار ترامب فضل عدم استباق القمة بتكهنات واعتبر أن الحلف لا يعطي أعضاءه دروسا رئيس المجلس الأوربي دونالد تاسك فضل المواجهة فوجه رسالة حازمة إلى ترامب دعاه فيها إلى تقدير حلفائه ولم يخفي انزعاج الحلف من توقيت اجتماع ترامب مع بوتين ودعاه لمعرفة العدو من الصديق الاستراتيجي القمم الأخيرة بين ترامب وحلفاء الولايات المتحدة التقليديين اتسمت بالتوتر والتساع هوة الخلافات فهل يجد ترامب نفسه مرة أخرى معزولا؟ وإلى أي مدى ستكون هذه القمة مفصلية في تاريخ الحلف؟ تساؤلات ربما تجد إجابة مع نهاية القمة التي تستمر يومين أهلا بكم الجديد نرحب بضيفينا من بروكسيلا سيد وسيم إبراهيم الصحفية المتخصص في الشؤون الأوروبية ومن بون عبر خدمة تيسكايب سيد جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي للدراسات أبدأ من بروكسيلا سيد الفاضل سيد إبراهيم إلى أي مدى يمكن أن تشكل نتائج اجتماع الناتو نقطة تحول في العلاقات الأمريكية الأوروبية بعد أزمة الخلاف الأوروبي الأمريكية حول الملف النووي الإيراني وملف الرسوم الجمهورية نعم يبدو أنه قد انقطع الاتصال من سكايب لحين عودت التواصل مع بروكسيلا مرة أخرى أطرح ذات السؤال على سيد جاسم محمد من بون سيد جاسم إلى أي مدى هذا الاجتماع ونتائج الاجتماع تمثل تحول أو نقطة تحول في العلاقات الأوروبية الأمريكية خاصة بعد أزمات متعددة مع الاتحاد الأوروبي هذه القمة ربما هي من أفعب القمة التي شهدتها الناتو باعتبار أن هذه القمة جاءت في عقابة العلاقات ما بين ضفتي الأطلسي وكذلك الخلافات ربما خاصة ما بين ترامب وميركل على وجه القصوص إضافة إلى ذلك الخلافات هي واسعة وكبيرة ما بين ضفتي الأطلسي ولذلك هذا الاجتماع ربما يكون مجلس أو معيار أو مثل ما ذكرت حضرتك ربما هو نقطة تحول أو نقطة موصلية في تاريخ هذه العلاقات نلاحظ أنه يعني هذا راح يعتمد على النقاط التي سوف يتفق عليها الحلفاء أنا أجد أن الخلافات هي كبيرة لكن مقدمات ما قرأتها الآن إن كنت قد تبعت بعض من اللقاء وبعض التصرحات التي صدرت من ترامب يعني هذه المقدمات إلى ما تشير بالتحديد هذا يشير بأن ترامب هو ينظر إلى مفهوم الأمن وإلى العلاقة مع الحلفاء ويبدو في منظور الربح والخسارة وهذه طبعا هذه نظرة هي نظرة غير صحيحة إلى مفهوم الأمن أو القومي لا يمكن حسابات الأمن والتهديدات الأمنية في موضوع ربح والخسارة فأجد أن ترامب هذا المبدأ بدأ يتبعه في جميع الحلفاء سواء كان على مستوى حلفاء دول أوروبا وربما المنطقة فأجد أن ترامب يحسبها حسابات اقتصادية وهذه النظرة خاطئة ولذلك أمريكا مؤتدة أن تخسر الكثير من حلفائها يعني أوروبا بدأت تنظر هل نحن بصدد إعادة ربما تشكيل علاقات جديدة مع روسيا ومغازلة روسيا ربما على حساب الاتحاد الأوروبي خاصة في هذه المرحلة بالضبط هذا ما بيحصل الآن الآن هناك توافق واتفاق ربما ما بين موسكو وما بين واشنطن إلى إضعاف الاتحاد الأوروبي وهذا أصبح ربما اتفاق وسياسة ما بين موسكو خاصة وطن وكذلك إجرامب ولذلك سيأتي اجتماع حلسنكي في يوم أعتقد يوم 19 من هذا الشهر جاء قريبا من اجتماع قمة بروكسل ما هي المكاسب الأمريكية فأعتقدت سيد جاسم يعني هناك من يرى أنه قد يستخدم تخصيد الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا لضمان تأكيد من بوتين بالمقابل بأن يستخدم روسيا نفوذها للمساعدة في سحب القوات الإيرانية من سوريا هل المعادلات الإقليمية في المنطقة حسابات ربما سوف تتحكم في اتخاذ مثلها هكذا قررت ما يجري في دول المنطقة وخاصة سوريا وكذلك ملافات أخرى سواء ما يتعلق الموقف الميداني والتواجد العسكري الميداني الروسي الأمريكي بدون شك هذه الاجتماعات هي تكون مناقشة وجملة من التوافقات وهذه التوافقات هي بالتأكيد سوف لن تعلن وهذه الاتفاقات تبقى هي اتفاقات سرية ما يجري في سينكي أو ما يجري الآن في بروكسل ربما هو ليس بعيد عن ما يجري الآن في سوريا وفي دول المنطقة في العراق وكذلك في ليبيا أو اليمن فلذلك ما يجري في دول المنطقة بالتأكيد تكون واحدة من الملفات التي ممكن أن تناقش مع بين خاصة موسكو وواشنطن وبالتأكيد هذه الاتفاقات ذكرت أن هذه الاتفاقات سرية نعم ولكن هناك توقعات ماذا تتوقع من أن يكون هناك صفقات ربما ما بين أمريكا وروسيا على حساب الاتحاد الأوروبي الموضوع الملف الإيراني خاصة أنه ترامب وضع إيران نصب عينة وأن الملف النووي الإيراني يعني يجب أن يكون هناك ضغط على دول أوروبا وحلفائه الأوروبيين في موضوع الملف النووي فلذلك ربما يحتاج دعم روسيا في هذا المجال وأجد أن تصريحات ترامب أيضا أثارت الكثير من حفيظة الاتحاد الأوروبي عندما يقول بأن القمة الأطلسية ربما هي أشد صعوبة من اللقاء مع قمة هلسينكي وهذا يعني بأن ترامب بدأ ينظر إلى حلفائه في منظور آخر وهذا يعني هناك مفاهيم أيضا اختلفت في موضوع التحالفات الدولية فإذا موضوع الملف الإيراني كذلك الوضع في سوريا وموضوع الموقف من الرئيس السوري أو النظام في سوريا بالتأكيد هذه تكون ربما واحدة من أبرز النقاط فما يجري في أوروبا وما يجري في هلسينكي بالتأكيد أنه ينعكس على الاتفاقات على الأرض بيتانيا فهي يجب أن هذه الملفات إذن أنتقل بهذه النقطة إلى سيد وسيم إبراهيم الصحفي المتخصص في الشؤون الأوروبية من بروكسل إذن من بون سيد جاسم ربما عبر عن مجموعة من التوقعات التي قد تم الاتفاق عليها ما بين الجانب الروسي والجانب الأمريكي في القمة القادمة هل هذه التوقعات تأتي في إطار أنه قد تم الترتيب لقمة الناتو قبل قمة ترامب بوتين طيب مساء الخير لك للسيدات والصدر المشاهدين ولضيفك الكريم لو يمكن أن تعيدي السؤال من بعد كنت أتحدث يعني باختصار لماذا جاء اجتماع ترامب مع بوتين بعد يعني أنا لم بالضبط ما هي دواعي الجدولة جدولة لقاءات السيد دونالد ترامب هناك حثيات عديدة يمكن أن تتحكم بالموضوع ولكن حينما على الأقل نحن سمعناه حينما كان في واشنطن وقبل أن يتوجه إلى بروكسيل قال أنا لدي الآن ذاهب الأمريكيين أنا ذاهب لدي ثلاث محطات بريطانيا هناك فوضى الناتو والاتحاد الأوروبي تعرفون ما هو الوضع ربما لقاء مع بوتين هو الأسهل وكانت هذه المسألة بإصراحة مسألة فارقة أن يتحدث رئيس أمريكي عن الحلفاء بوصف لقائه بهم يعني ما غبى على النفس طيب هل هذا يعني أنه سيحمل نتائج قمة الناتو اليوم وستمروا اليومين إلى بوتين وبناء على نتائج هذه القمة خاصة فيما يتعلق بملف الإنفاق العسكري ستتحدد ملامح الاتفاقيات ما بين الجانبين نعم أعتقد أن القضيتين بالمبدأ منفصلتين في البداية حديث الرئيس الأمريكي والسجال الذي حدث مع الأوروبيين ومع ألمانيا تحديدا هو يحاول استخدام ورقة الإنفاق العسكري كورقة ضغط كبيرة لأنه منزع جدا من استفادة الأوروبيين وتفوقهم التجاري لديهم فائد كبير في التجارة مع أمريكا والميزان التجاري الأمريكي عاجز مع الأوروبيين سبب رئيسي لذلك قوة الاقتصاد الألماني من جهة تانية مسألت هل سيحمل نتائج اجتماع بروكسيل إلى بوتين الرئيس الأمريكي منذ البداية شكك بمنظمة حلف شمال الأطلسي وقال إنها منظمة عفى عليها الزمن بمعنى يمكن النظر ببعض المنطق إلى كلامه لأن المنظمة وجدت في وقت كان فيه الاتحاد السوفيتي معسكر قائم كان هناك حلف وارسو المناوئ للحلف الأطلسي الآن لم يعد هناك اتحاد السوفيتي وهناك روسيا دولة حتى أهانها جون كيري وزير الخارجية الأمريكي السابق وقال هي قوة إقليمية الرئيس ترامب يحاول أن ينسج علاقة وواضح أن نعم يبدو أنه قد فقدنا الاتصال مع بروكسيل مرة أخرى قد نعود إليه لاحقا أتحاول إلى بون وسيد جاسم في حال لم يخرج ترامب بضمانات التزام الدول الأعضاء بما طالبه في ملف الإنفاق العسكري هل سيعيد ترامب رسم المشهد الأمني في عموم أوروبا مع روسيا الخلافات هي ممدودة في موضوع الإنفاق العسكري ويوجد أنه ربما تم التنازل عن الخلافات حتى يكون هناك بيان ختامي في هذه القمة تبقى موضوع موسكو وموضوع التهديدات مع روسيا هي العنوان ربما الرئيسي داخل هذه القمة ولذلك كان هناك أيضا مشروع قرحة هو المشروع أنه قدرة الولايات المتحدة خلال عام 2020 بنقل أو قدرتها بنقل معدات وكتاب عسكرية بشكل سريح خلال عام 2020 عند الحدود الشرقية لأوروبا هذه ربما هي استراتيجية وضعتها الولايات المتحدة وتبناها ترامب لكن أجد أنه ترامب ضمن الواقع ويتحدث الآن عن نستطيع القول أنه استيراضي لكن على الأرض الواقع نلاحظ أنه بدأ ينسحب من الكثير من الالتزامات العسكرية قاطة انسحب من المشاركة في مناورات النروج المقرر أن تكون قريبا كذلك انسحب من المناورات مع كوريا الجنوبية مع سيور فأجد أنه ترامب بدأ ينظر إلى مفهوم الكلفة بدأ يحسب أن هذه المناورات العسكرية كم تكلف وكم توفر الغاها فأجد أنه موضوع روسيا هو يحاول أن يجد ربما اتفاقات أو ربما توافقات مع موسكو وكانت هناك ربما في البيان الختامي أو ما جاء داخل هذا الاجتماع بأن الولايات المتحدة هي منفتحة على روسيا في إيجاد اتفاقات سياسية وأنها تحاول الابتعاد عن أي مواجهة عسكرية هل تتوقع أن يقوم ترامب في نهاية القمة قمة الناتو بالانسحاب كما فعل منذ أسبوعين في قمة السبع وخاصة أنه ربما يتجه إلى النقيد هو ينسحب من جهة ويتجه لمغازلة الجهة النقيضة وهل ترامب هنا يسعى إلى تكوين علاقات ثنائية بدلا من التكتلات الخاصة بدول المنطقة كما في الناتو مثلا وغيره نعم الزميل ذكر نقطة عامة وهو أنه منذ البدء ترامب أكد بأنه ينظر إلى هذا الحلف وعفى عليه الدهر وهذا يعني بأنه لا يمن في هذا الحلف فلذلك موضوع عن جهة ترامب من اتفاقات دولية مثل المناط أو غيرها فيجد أنه ليس مستحيل أو غير مستبعد أن ينسحب ترامب من حلف الناتو وفاصلت أنه يعتقد بأن حلف الناتو يكلف الولايات المتحدة 70% من إنفاق هذا الحلف و30% هي من دول الحلفاء الأخرى فأجد أنه انسحابه غير مستبعد لكن أجد أنه في نفس الوقت أنه الواقع والاكتزامات الدولية ربما خلال هذه المرحلة من الصعب الإعلان عن الانسحاب ربما يأتي في مرحلة قادمة بعد أن يحصل على تسويات أو ربما ضمانات من بوتن ربما ما بعد الحصول على اتفاقات حول الوضع في سوريا في هذا الوضع في دول المنطقة ممكن أن ينسحب ترامب في عقاب ذلك لكن أجد أنه في هذه المرحلة ربما من الببكر الإعلان عن هذا الانسحاب ولكن كما ذكرت هناك تمهيدات ربما تصب في كفة المكاسب الأمريكية سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي في المقامل لماذا يسعى ترامب أو تسعى واشنطن لترهيب دول الاتحاد الأوروبي من مشروع السيل الشمالي الثاني الهادف لضخ الغاز من روسيا وإلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق رغم المشروع في أنها يصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي هو لا يريد مصلحة الاتحاد الأوروبي هو يريد إضعاف الاتحاد الأوروبي وهو بأن مستوى يسخر كثيرا من هذا الاتحاد ويهدد هذا الاتحاد برفع الحماية موضوع الغاز خاصة بالنسبة إلى دول الاتحاد الأوروبي وإلى ألبانيا يعتبر هو منظر رئيسي إلى الطاقة في دول أوروبا وهذا يعني بأن منع أوروبا من هذا المنظر هذا يعني أنه إضعاف إلى الاقتصاد الأوروبي وهذا ما يريده ترامب ترامب يريد إضعاف الاتحاد الأوروبي فنجد أنه تصريحاته كانت فيها استفزازات كثيرة لذلك جاءت تصريحات ميركل بأنها تتخذ القرارات وتنظر إلى مصلحتها ومصلحة دول الاتحاد الأوروبي ليس استجابة إلى رغبة ترامب كذلك جاءت تصريحات خلال الشهر الماضي أو ربما خلال الشهرين الماضيين الرئيس الألماني ذكر أنتقل إلى سيد وسيم إبراهيم من بروكسل سيد وسيم ربما قرارات ترامب ستكون قرارات ترتبط بفترة رئاسته ولكن بعد ذلك ستبقى الاتفاقات الدولية قائمة ولسنوات طويلة على الجانب الآخر ما هي الاستعدادات الخاصة بالاتحاد الأوروبي في حال انسحب ترامب من الاتفاق أو من قمة النيتو نعم هل تسمعوني بشكل جيد؟ نعم لا أعتقد أن الرئيس ترامب سوف ينسحب من القمة لسبب بسيط أنه بدون أمريكا لا يوجد حلف أطلسي ليست مثل قمة السبعة واقتصادات مهمة تتنافسها القوة الأساسية هنا والمؤهلة في الحلف والمظلة الأمنية الأولى هي الولايات المتحدة لا يمكن لرئيس أمريكي ماذا يعني أن يحمل رئيس أمريكي حقائبه ويذهب ويقول باي باي أنا لا أريد الحلف الأطلسي هذا مستبعد الرئيس الأمريكي يضغط على الأوروبيين الرئيس الأمريكي منزعج من الأوروبيين يريد أن يدفعهم إلى تنازلات تجارية حتى لو من خارج قوانين منظمة التجارة الدولية التي تحمي التجارة أو تضع قواعد التجارة يريد منهم تنازلات لأنه يعتبر أن أمريكا قوة عظمى أمريكا بالنسبة له يجب أن تكون شركة رابحة لماذا تخسر أمريكا تجاريا مع الأوروبيين هذا لا يفهمه وهذا مسألة يريد أن يأخذها إلى الناخب الأمريكي لأن رأس ما له هو هذه الشعارات الضخمة التي قدمها يعني بالقوة يريد الرئيس الأمريكي أن يجلب منافع لأمريكا منافع تجارية وبالقوة يريد لهذه المنافع أن توضع أمام الناخب الأمريكي للانتخاب مرة أخرى يعني من ناحية تانية الحديث عن النفقات الدفاعية وما شابه يعني حتى الأمريكيين يقوضون بشكل واضح مساعي الأوروبيين لإقامة اتحادهم الدفاعي لأنهم يريدون أن يبقوا تحت مظلة النيتو يعني يريدون للاتحاد الأوروبي أن يبقى تحت مظلة الحلف الأطلسي وتحت الحماية الأمريكية وأن يدفع الثمن نعم أن يكون زبون ويدفع الثمن نعم شكرا جزيلا لك من بروكسل كنت معنا سيد وسيم إبراهيم الصحفي المتخصص في الشؤون الأوروبية الشكر موصول لسيد جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي للدراسات عبر خدمة سكايب كان معنا من بول مشاهدين متواصلون معكم ما في وراء الحدث نتابع فيه بعض الفصل تسليم الموانئ لمؤسسة النفط الليبية يعيد للواجهة مسألة التوزيع العادل للإرادات النفطية أهلا بكم من جديد خمسون مليار دولار من قطاع النفط عائدات ليبيا سنويا قبل 2011 عائدات يطمح ليبيون على اختلاف توجهاتهم السياسية في الوصول إليها مجددا على اعتبار أن النفط هو مصدر الثروة الرئيسي في البلاد التي أنهكها الصراع ومع تسليم إدارة موانئ التصدير مجددا للمؤسسة الوطنية للنفط تطرح من جديد مسألة رفع الانتاج وإعادة توزيع عائدات النفط بشكل عادل فهل يشكل تسليم الموانئ خطوة لاستقرار عملية التصدير ما يسمح بزيادة الانتاج وما هو السبيل لتعظيم استفادة ليبيا من هذا المورد الطبيعي وهل تلقي دعوة حكومة الوفاق لتشكيل لجنة دولية لمراجعة إنفاق إرادات النفط الصدى المنتظر وكيف يمكن استثمار التوافق لبي شرقا وغربا على مسألة أهمية النفط لحل حالة الأزمات الأخرى نبحث في إجابات على هذه التساؤلات وغيرها مع ضيفنا في الستوديو بداية دكتور فوزي الحداد الكاتب والبحث السياسي ومن تونس السيد عز الدين عقيل الكاتب والمحلل السياسي ولكن مشاهدين الكرام دعونا نتابع هذا التقرير ونعود للحديث مع ضيفينا عادت أربعة موانئ ليبيا لتصدر النفط من جديد لتنتهي أزمة استمرت نحو شهر توقف خلالها انتاج ما يصل إلى ثمانمائة وخمسين ألف برميل يوميا عادت موانئ السدر ورسلانوف وزويتينة والحريقة بكامل انتاجها يعيد من جديد التساؤلات بشأن توزيع عائدات النفط في بلد أنهكه الصراع منذ 2011 ومنقسم على نفسه بين حكومتين شرقا وغربا الجيش الوطني الليبي أعلن أن مبرراته للسيطرة على موانئ النفط تعود إلى أن الكثير من إرادات النفط التي يتم التعامل معها عبر ترابلوس يذهب إلى مجموعة مسلحة تتخذ من غرب ليبيا مقرا لها واعتبر أن الفساد المالي وإهدار المال العام وسوى إدارة البنك المركزي الليبي وتمويل الإرهاب أسباب أخرى مستشهدا بما جاء في إحاطة المبعوث الدولي غسان سلامة الذي قال سابقا إن الاعتمادات المصرفية الصادرة عن البنك المركزي في ليبيا تحولت إلى وسيلة للثراء غير المشروع ويطالب الجيش الليبي بخطوات تضمن توزيعا عادلا لعائدات النفط مصدر ثروة الليبيين وهي عدم توقف تصدير النفط تحقيق العدالة في توزيع العائدات إبعاد الميليشيات والعصابة الإرهابية تشكيل لجنة تقصي حقائق مشتركة محلية دولية حسن إدارة المنشآت النفطية وتطويرها تسليم موانئ النفط لحكومة الوفاق التي مقرها ترابلوس قوبل بإشارات ورسائل تتجاوب مع خطوة تسليم الموانئ حيث دعت لتشكيل لجنة دولية يمكنها مراجعة إنفاق إرادة النفط المتزايدة إنتاج ليبيا خفض من مليون وستمات ألف برميل يومياً إلى خمسمائة ألف بين عامي 2014 و2016 ليعود للارتفاع ويسجل أعلى إنتاج بوصوله لمليون برميل يومياً العام الماضي بعائدات تخطت 14 مليار دولار عائدات يأمل الليبيون أن تصل لخمسين مليار دولار كما كانت عليه قبل 2011 نرحب بضيفين من جديد في الستوديو دكتور فوزي الحداد الكاتب والبحث وسياسي ومن تونس السيد عز الدين عجيلة الكاتب والمحلل والسياسي أبدأ معك من الستوديو دكتور فوزي ماذا حدث بين اليوم والأمس؟ المشير خليفة حفتر يسلم موانئ الهلال النفطي إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لترابلس هل هي ضغوط دولية؟ هل هي تلويح بالعقوبات؟ هل إعلاء مصلحة الوطن نتيجة للخسائر النفطية؟ أم هي مكاسب سياسية ربما يخطط لها من خلال هذا القرار؟ نعم الحقيقة القرار الذي حصل اليوم هو مفاجأ الجميع على الأقل فاجأ المتابعين لهذا الأمر منذ أن بدأت هذه الأزمة وأيضا هذه المفاجأة جعلت الكثير من الأسئلة تطرح مثل الأسئلة التي طرحتها حرفتك الآن وأنا أرى أن كل هذه الأسئلة هي يقمن فيها الجواب عن ما حصل الحقيقة لأن طوال الأسبوعين الماضيين منذ الأعلى للجيش بعد أن استعاد الموانئ النفطية أنه لن يعيد الموانئ النفطية إلى المؤسسة الموحدة على مستوى ليبيا لعدة أسباب ذكرها جيش في بيان فيما بعد وقالها المتحدث باسمه في تسريحات ومؤتمرات صحفية لعل أهمها وهو الذي كان محور الحقيقة الحديث من الجدل ومن المشاورات والأيام الماضية هو أن الحملات التي كانت تستهدف إلهال النفط وآخرها الحملة التي قادها المدعو الجذران والتي هذه الحملة كلها تمت في مناطق قرب ليبيا تم تسليحها من هناك وانطلقت من هناك من بين المدن ومناطق التي تسيطر عليها أكومة بفاق إن جاز لنا هذا القول وأيضا مولت هناك شبهات كثيرة تقول أن هذه الحملة بكل ما تملك من سيارات ومن أسلحة حتى عملة كبيرة يعني استطاعت أن تحتل من أي من موانئ النفط في أول أيام هذه الحملة وبالتالي الجيش كسائل ويقفت اجتماع روما إلى هذين الأمرين الذين أثرهما المشير خليفة حفتر واتخذت إجراءات ضغطة للضغط على المشير خليفة حفتر لتسليم الموانئ إلى طرابلس في تصور أن الجيش كان يهدف أولا إلى منع تمول مثل هذه الحملات مرة أخرى لأن هذه المرة الثانية على أقل في عام واحد تقوم بها هذه العسابات تمول بشكل أو بآخر من الميزانية العامة للدولة والميزانية مصدرها هذه الحقول وهذه الموانئ فالجيش يحمي في هذه الحقول وهذه الموانئ ويقدم التضحيات والجرحة لحمايتها ثم عائدات هذه أو جزء على أقل من هذه العائدات تهدف تمول هذه الحماية ونحصل على أي مقابل مادي من المؤسسة النفطية إذن هو لديه الحق في الحصول على التمويل لمقابل هذه الحماية وتوفير الأمن والاستقرار ولكن الدول الكبرى رفضت ذلك يعني كيف تفسر ذلك؟ نحن نستطيع أن نقول أن دول رفضت لأن اجتماع روما اللي كان بالأمس واللي حسم هذه المسائل استجاب أولا إلى أهم شرط أو الشرط الذي وضعته القيادة ألا وهو تشكيل لجنة تحقيق دولية في عائدات النفط أين تذهب؟ سواء البنك المركزي في الغرب الليبي وهو المستدر الفعلي على الأموال في ليبيا أو البنك الموازي في البيضاء وتم بالفعل استجابة عن هذا الشرط وأصدر السيد السراج رئيس المجلس الرئاسي يعني بيان أو رسالة مواجهة الأمم المتحدة لتشكيل هذه اللجنة إذن هذه اللجنة سوف تبدأ عملها استجابة لطلب الجيش المجتمعون في روما بالأمس أقروا هذا الأمر وكانت هناك الإجراءات سريعة جدا بمعنى أنه بمجرد انتهاء الاجتماع أصدر السيد السراج هذه الرسالة الأمم المتحدة ثاني يوم تم فتح الموانئ كان هناك عرض لمطالب هذه الدول وهي إعادة هذه الموانئ دون شرط أو قيد مسبق في حين اشترط حفتر شرطين وهو تعيين محمد الشكري محافظا للبنك المركزي وهو معروف بأنها شخصية موالية لحفتر لضمان عدم ذهاب هذه الأموال إلى تمويل الجماعات الإرهابية وكان الشرط الثاني نعم كان هذا أول شرط وهو تعيين المحافظ الجديد الشرط الثاني كان هذه اللجنة شرط آخر كان يتعلق باستمرار الجيش في حماية الموانئ والحقول النفطية بمعنى أن يتم ضمان عدم تمويل أي حملات أخرى تستهدف مرة أخرى الهلال النفطي هل تلمست انحياز من قبل الدول الكبرى إلى جانب الوفاق الوطنية؟ المعروف أنها طبعا معترف بها دوليا ضد المشير خليفة حفتر أم هي تطبيق للاتفاقيات الدولية والقانونية المطروحة سلفا والتأكيد على شرحية اتفاق الصخيرات الذي لا يعترف به الشرق الحقيقة أن المسألة أصبحت فيها شيء من الضبابية الحقيقة من جهة هناك اتفاق الصخيرات هذا الاتفاق معطل الآن من جهة هناك اتفاق باريس الذي ينص على انتخابات نهاية العام ثم ظهر علينا اتفاق آخر في روما لنقش حكاية النفط أيضا ناقش أيضا مسألة سياسية ومن بينها مسألة الانتخابات وقيل في روما أنه تقرر تأجيل الانتخابات إلى منتصف عام 2019 أيضا هذا شأن آخر سياسي يبدو فيما اتضح من هذا الاجتماع أن ليست كل مطالب الجيش تم تلبيتها وإنما قيل أن هناك جدول زمني لتنفيذ هذه المطالب على مراحل بشرط أولا أن يتم المطلب الأول وهو تشكيل لجنة التحقيق دولية ثم يعلن الجيش إعادة الموانئ للمؤسرة وطينا للنهض في إشارة إلى انتهاء هذه الأزمة أو إلى بدء أو إلى إعلان حسن النوايا ربما بعد ذلك يمكن الخوض في النقاط الخلافية الأخرى خصوصا أن الجيش لا يزال وسيطل على هذه الموانئ ويمكن أن يعد النظر في أي لحظة إذا لم تتم تنفيذ هذه المطالب المهم أن هناك اتفاق تم الحقيقة وعاد الإنتاج إلى التصدير مرة أخرى بحسب النظام السابق يعني التابع للتبع أو من خلال المؤسرة وطينا للنفك في طرابلس والإعادات سوف تذهب كما هي العادة إلى البنك المركزي في طرابلس نتقل إلى تونس سيد عز الدين عقيل الكاتب والمحلل السياسي سيد عز الدين بداية هل اجتماع روما بالأمس يصب في مصلحة ليبية محلية بحتة أم أن هناك أياد خارجية ربما تتحكم في تصدير النفط الليبي لتحقيق استقرار عالمي فيما يتعلق بالطاقة العالمية؟ دعيني بداية يحييك سيدتي ويحيي صديقي دكتور فوزي الحداد وكذلك مشاهدي قناتكم أعتقد في ظني أن هذا الاجتماع كان في الأصل والأساس من أجل احتواء أزمة المواني النفطية أو بمعنى الصح من أجل الضغط على الجيش لإعادتها من جديد إلى اليد التي كانت تتحكم فيها وأعتقد أنها عادت بالتوازي كان هناك إرهاب دولة مارسه الرئيس ترامب هذا الرجل الجامح أعتقد أنه مارس إرهاب شديد من خلال القنوات السرية على الجيش وأعتقد أن هذا الإرهاب بلغ مستويات خطيرة من التهديد هذا الرجل يخوض الآن معركة من أجل تخفيض أو تجميد صادرات النفط الإيرانية وهو لا يريد أي شيء يشوش على تطلعاته هذه من خلال تجميد مستويات أو صادرات نفطية أخرى يمكن فعلا أن تؤدي بالاقتصاد العالمي إلى مشكلات كبيرة إذن المسألة ليست مسألة شأن داخل ليبيا بالمقام الأول لتحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا لا الحالة الليبية برمتها نعم هي مصالح الدول الكبرى الحالة الليبية برمتها ليست حالة داخلية ليبيا محتلة أختي الكريمة ليبيا محتلة بشكل غير مباشر ليبيا الآن تتحكم فيها الإرادة الدولية رضوح حفتر الآن في ملف النفط للإرادة الأمريكية هل يعطي مؤشرات ما على تحجيم دوره وأدوار حلفائه في المنطقة أم أنه ربما سيبحث حفتر لاحقا عن صيغ أخرى لإحداث التوازن والتفوق الذي طالما حفظ له أوراقه في الضغط السياسي لا في ظني تجميد دور حفتر صعب ولكن ربما حاولت الأطراف الغربية أن تحافظ على حالة التوازن بين القوى المختلفة الحقيقة الجديدة التي أعتقد أنها انبثقت الآن بشكل واضح في وجوهنا على الأقل بعد أزمة النفط هو أن الحل العسكري لن يتعدى برقة يعني الحل العسكري نجح في بنغازي نجح في درنة نجح في استعادة المواني النفطية لمرتين نجح في استعادة الجفرة ولكن أعتقد هذا هو الحد الأقصى الذي سيسمح به للجيش باستخدام الحل العسكري هذه الواقعة واستجابة الجيش السريعة لهذه الضغوط أو للتهديدات خاصة ترامبية منها يعني أننا لن نشهد خطوات عسكرية بعد ذلك وإلا فإن الجيش سوف يتلقى تهديدات ربما أشد خطورة من هذه إذا فكر بالتقدم نحو الغرب وبالتالي واضح جدا أن حتى هذا الذي يجري بيننا وهذا ما قصته أنه ربما سيكون هناك تحجيم لدور حفتر العسكري لا طبعا هو تحجيم التمدد ولكن داخل المنطقة التي يسيطر عليها الجيش والتي سمح له بأن يستخدم فيها الحل العسكري ويضمها إليه تحت أنظار العالم لا أعتقد أن هذه المنطقة ربما ستأخذ منه أو سيضايق فيها ولكن تمدده نحو الغرب هو الذي كشفت لنا أزمة المغاني النفطية بأنه سيكون شبه مستحيل هل سيستمر حفتر في حماية المتشآت النفطية؟ هل سيستمر الوضع على ما هو عليه الآن تحت ساترة الجيش الليبي؟ طيب ما المقابل الذي سيحصل عليه؟ لأن هذه المسألة لأمت وناسبت جدا المنتجين النفط وأيضا لأمت المصالح الغربية الجيش ضمن تدفق مستخر جدا للبترول نحو الأسواق الدولية لم تحصل هناك أي نوع من المضايقات صحيح أن هناك بعض الإشكالات ربما داخل المواني نفسها ضمن بعض العلاقات الإدارية ولكن في الإطار الأمني العام أممت المواني بشكل جيد وتدفقت الطاقة نحو الأسواق الدولية بنسياب جد ممتاز البواقع التي كانت تأتي إلى المواني كانت تكتب في تقاريرها بأنها كانت تتمتع بدرجة عالية من الأمن ومن التقنية التي توفر لها مل عبواتها في أوقات قياسية وبالتالي فعلا كانت المعايير هي فعلا المعايير الدولية الطبيعية التي كانت سائدة في ليبيا ما قبل 2011 وبالتالي ليس هناك ما يجعل المجتمع الدولي إلى أن ينتزع المجتمع الدولي ألا يكون هنا بمكيالين ألا يتناقض ذلك مع الاتفاقات الدولية السابقة ومع اتفاق الصخيرات خاصة فيما يتعلق بقيام الجيش الليبي بحماية المنشآت النفطية يعني عندما نتحدث عن أخذ المسألة برمتها سواء الحماية أو الحصول على العائدات يكون هناك اعتراضات دولية ولكنهم يستفيدوا من مسألة الحماية بشكل كبير تصرفات العالم معنا كلها أختي الكريمة هي كيل بمكيالين الجدران أغلق النفط لمدة ثلاث سنوات لم يعقد عليه مؤتمر 3 زي 3 في روما في خلال بضعة أيام لكي توجه له أوامر دولية من نوع معين لكي يسمح للنفط بالتدفق أيضا عندما أسقط الجيش الليبي وعندما شرد الجيش الليبي كان ذلك كيل بمعيارين يعني كيف يمكن للجيش أن يكون جيش القذافي لكي يشرد بتلك الطريقة بينما مؤسسة النفط وبينما البنك المركزي الذين هم أيضا إذا ما أسمينا جيش القذافي نستطيع أن نقول مؤسسة نفط القذافي وبينك بركزي القذافي بقوا لأنهم يحملون مصالح غربية مهمة وبالتالي كيل بمكيالين هذه مشكلتنا الكبيرة أيضا الآن كيف يمكن أن تعامل الميليشيات معاملة المؤسسات الرسمية في غرب البلاد بينما يعامل الجيش معاملة الميليشيا ولا يعترف بها حتى الآن أعتقد أننا شبعنا كيل بريكيالين هذا المسمى ترامب كانت دون قيد أو شرط في نفس الوقت لا أعتقد أن الجيش منح أي امتيازات حتى هذه العبثية التي تحدثوا عنها وهي لجنة تحقيق دولية دعيني أشرح لك المسألة ببساطة شديدة كيف ستحقق هذه اللجنة الدولية بداية الميليشيات التي كان يريد الجيش تجفيف عروقها وقطع هذه التمويلات عنها لإعادة أو على الأقل إعادة هيكلة الأمن بصورة حقيقية في العاصمة هذه ميليشيات أعادة هيكلتها باول سيرا وهو المسؤول السابق في بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يعني المجتمع الدولي معترف بهذه الميليشيات سواء ميليشيات التجوري أو ميليشيات كارا أو ميليشيات غنيوة لديها تسميات أمنية وهم يعتبرون بأنها هيئات أمنية حقيقية تقوم بدور حقيقي بينما هي ميليشيات المليارات التي تتدفق كأجور لأفراد الميليشيات العاملين لدى هؤلاء هذه الميليشيات قادرة أن تقدم لك قوائم حقيقية بأن لديها هؤلاء الأفراد وأنهم يستلمون هذه المرتبات بالرغم من وجود الآلاف من الأسماء الشبحية التي ينال مرتباتها أمرأ الحرب أيضا المبعوث الأممي لو تذكرنا تصريحات المبعوث الأممي دعيني يتم هذه الفكرة دعيني يتم هذه الفكرة أيضا فيما يتعلق بالاعتمادات الاعتمادات التي تستهلك هذه الميليشيات أو التي اتفعت منها كلها اعتمادات سجلت لشركات وهمية ولأفراد وهميين وإلا كيف تسمح شركة لنفسها بأن تأتي بحاويات فيها روت بهائم أي شركة مجنونة هذه هي التي ستعرض نفسها للمصادرة وللبحاكمة وسيعرض نفسها وصاحبها إلى حرمانه من نشاط التجاري أو حتى ربما من حقوقه المدنية بأن يأخذ ملايين الليبيين يصدرها إلى الخارج ويأتي بحاويات مليئة بالحجر أو بيروث البهائم واضح أن هذه الشركة وهمية لن يجد لها أثر وواضح أن الأشخاص الذين قاموا بهذه العملية أيضا هم أشخاص وهميين طيب لماذا لم تأخذ الدول الكبرى بالأمس في اجتماع روما بالتقارير الدولية التي تحدث عنها المبعوث الأممي والذي عبر عن مخاوفه حول إدارة الاعتمادات المصرفية وهجومه على البنك المركزي لأن ببساطة هذه القوى الدولية تريد استمرار الفوضى في ليبيا لأن هذه القوى الدولية لا تريد فعلا حل الأزمة الليبية لأن أهداف هذه الدول هي أبعد مما كذبت علينا به يوما وقالت بأنها جاءت لحماية المدنيين أو حتى لمساعدة الليبيين على الانتقال الديمقراطي أهدافها هي تجزيء المجزة تقسيم المقسم إعادة تقسيم الشرق الأسود من جديد تفتيت ليبيا ربما تهديد بعض دول الجوار بيع كميات ضخمة من الأسلحة إلى هذه الميليشيات المتقاتلة عن طريق كارتلات السلاح الدولية أيضا تسجيل أكبر قدر ممكن من البيانات عن القبائل الليبية عن المرأة عن الشباب عن الصراعات عن الخلافات لكي تستخدم لسنوات طويلة في السيطرة على الليبيين هذا هو الذي يريدونه واضح أن أوان أن أوان إعلان السلام في ليبيا لم يحن بعد على ياتي حال الحروب الأهلية التي يصنعونها والنزاعات المسلحة التي يصنعونها عادة ما تستمر حتى عشرين عاما هناك دراسة واضحة تقول بأن 66 دولة فاشلة التي مرت بالقرن العشرين والعشريتين الجاريتين في القرن الواحد وعشرين واضح أن عمرها الافتراضي هو في حدود عشرين عام يعني نحن يذوب مشانا منهم ثمانية سنين فما زال حيلعبوا بنا شوية 12 سنة تقريبا تانية طيب أنتقل إلى ضيفي فيها السوديو دكتور فوزي الحدد ربما نستخلص منها قوله بأن عملية السلام ليس وقتها الآن في ليبيا إذن السؤال العريض في هذه النقاشات هل ينهي تسليم الموانئ النفطية الأزمة القائمة الحالية في ليبيا؟ الحقيقة الأستاذ عزدين تحدث بمرارة عما يحدث وكلنا نشعر بهذه المرارة لأن لا شيء يتغير على الأرض إسجابة لسؤالك يعني عودة التصدير مرة أخرى لن ينهي مشاكل الشعب الليبي سابق وأن عاد التصدير إلى مؤسسة موحدة في طرابلس واستمرت الأمور من سيء إلى أسوأ نتحدث عن الحال العادي للناس الدينار الليبي أصبح في أسوأ أحلاته فقدت 75% من قيمته الناس لا تجد الخدمات على الأرض ليس فقط الخدمات الصحية والتعليمية التي تهورت وإنما حتى الخبز لا يجدونهم حتى إن زاد الإنتاج وزاد التصدير لن يستفيد المواطن الليبي لماذا؟ والمشكلة الأكبر أيضا في ليبيا نعم هي حتى نعدام السيولة يعني فيما جميع مصارف ليبيا شرقها وغربها وجنوبها ما تلقاش سيولة نهائيا يعني حتى عندك أموال في المصارف تذهب إلى أي مصرف لن تجد حتى دينار واحد ممكن أن تسحبه من هذه المصارف هذه مشكلة في عموم ليبيا إذن المشكلة لم تحل حتى مع تدفق النفط ووصوله إلى مليون برميل يوميا ولا أعتقد أن المشكلة التصادي سوف يحل إذا ما راجع بالفعل تدفق النفط إلى معدلاته الطبيعية أو لو حتى تجاوز هذه المعدلات إذن هناك شيء آخر مهم ينبغي إنهائه قبل أن نتحدث عن تحسن وضع في ليبيا ألا وهو الانقسام السياسي الانقسام السياسي هو الشر في كل هذه أو هو المحور أو هو العامل الأساسي هل ستنهي هذه الخطوة الانقسام السياسي؟ لا أعتقد أنها سوف تنهي بلعا نحن فقط عدنا لما كنا عليها قبل حوالي شهر فقط الأزمة من شهر وتعال تطورت وتدهورت عندما تم الاستلاء على ميناء من موانع النفط جيش استعاد هذه الموانع ورفض تسليمها مرة أخرى للمؤسسة وطين النفط الآن تسلمها مرة أخرى إذن عدنا للحال الذي كنا عليه قبل شهر من الآن الحال هو كما هو الانقسام ما زال موجود حتى وجد التوزيع العادل لعائدات النشط؟ هذا هو سؤال المهم يعني ما معنى التوزيع العادل وما أليه ذلك نعم تعريف هو وعليه وكيف سيوزع التوزيع الثروة على الشعب الليبي أو على المؤسسات في ظل هذا الانقسام حتى جيش نفسه الذي يحمي فيه الموانع النفطية والحقول النفطية ذكر في بين الأخير أنه لا ينال شيء من عوائد النفط مع أنه يحرصها ويقدم التضحيات في سبيل استعادتها في كل مرة يتم الهجوم عليها إذن هناك مشاكل كبرى يعني يعني كيف سيتم بالفعل استثمار العادل لعوائد النفط الليبي والمشاكل لا تنتهي بل تتفاقم كل يوم هذه مشكلة كبرى تتعلق بجذر المشكل ألا وهو الانقسام السياسي واللي المجتمع الدولي الأسف الشديد وأنا وافق لصد عز الدين عندما قال أن ليبيا محتلة أنا أرى أن بالفعل يعني رقاب الليبيين كلهم الآن تفلت منهم يوم بعد يوم وهو الحل يعني حل حتى هذه الأزمة جاء من الخارج من اجتماعات وتوافقات بين روما وبين فرنسا وتدخل أيضا أمريكي وهناك من يمكن هذا التدخل أيضا لكن الواقع والوضع يبدو أننا بالفعل أصبحنا في دوامة المجتمع الدولي المقصود به المجتمع الغربي لدي الكثير 30 ثانية ما المطلوب الآن من حكومة الوفاق لكي ترد على هذه المبادرة من جانب الشرق في تسليم الموانئ لضمان توزيع عادل لعائدات النفط الحرص على مبدأ الشفافية المالية محاولة تقرب قدر الإمكان من المؤسسات الموجودة في ليبيا المجلس الرئاسي مطلوب منه الآن أن يعيد مرة أخرى ليتحدث ويدعم بشكل فوري جهود توحيد الجيش اللي كانت في القاهرة هنا وتعطلت وتم الإشارة عليها في اتفاق باريس أنها لابد أن تم هذا الأمر بسرعة تعطلت الأمر السؤادة لماذا عودة هذا المسار قد يحل الكثير من الإشكالات شكرا جزيلا لك دكتور فوزي الحداد الكاتب والبحث السياسي من تونس أيضا الشكر منصول السيد عز الدين عقيل الكاتب والمحلل والسياسي إذن مشاهدين الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من وراء الحدث غدا يتجدد اللقاء إلى اللقاء